موسيقى عشية قرار برلماني متوقع إيران تحذر أوروبا من إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب وتصفه بإعلان الحرب رئيس البحثة الأمامية يتحدث عن أزمة ثقة بين المدنيين والعسكريين في السودان 4352 اتصالا هاتفيا تكشف عن علاقة شقيق بوتفليقة بفساد رجال الأعمال في الجزائر حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم تتوالى التحذيرات الإيرانية للمسؤولين الأوروبيين من خطوة إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب الأوروبية النائب عن طهران في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري حذر من أن إيران تعلم ما الذي يجب عليها فعله إن أقدم الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة وإن إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب الأوروبية يغلق أي باب للحوار والتفاوض حول الملف النووي كما طالب مندوب إيران في البرلمان الأوروبي الدول الأوروبية بإثبات استقلالها عن أمريكا وبمعارضة أي عمل ضد الحرس الثوري الإيراني رئيس المكتب السياسي في الحرس الثوري الإيراني العميد رسول سنا إيراد قال إن الحرس الثورية جزء من القوات المسلحة الرسمية والقانونية في إيران وبالتالي فإن أي عمل ضده يعتبر عملا ضد النظام والسيادة الإيرانية وبالتأكيد لن يمر دون رد الصحف الإيرانية اعتبرت إعلان الحرس الثوري تنظيما إرهابيا اعتبرته إعلان حرب صحيفة جوان التابعة للحرس الثوري الإيراني استهلت نسختها بالتهديد بأن الأوروبيين سيقابلون الحرس الثوري الإيراني في الخليج الصحيفة قالت إنه في حال ارتكاب ذلك الخطأ من قبل أوروبا وبحال استمرار دعم أعمال الشغب في إيران فسوف تكون أوروبا قد أعلنت الحرب على إيران هذا يصوت البرلمان الأوروبي غدا على قرار يدعم الشعب الإيراني ضد قمع سلطات الملالي وأفاد مراسل الحدث في بروكسل أن الكتلة الرئيسة في البرلمان الأوروبي تطالب بإدراج الحرس الثوري ضمن قوائم الإرهاب ومن جانبها أكدت المفوضية الأوروبية أن كافة خيارات الرد على قمع السلطات الإيرانية مطروحة على طاولة الاتحاد الأوروبي كما أكد مفوض العدل الأوروبي دعم آلية تقصي الحقائق المستقلة الدولية في إيران للتعرف على حقيقة ما جرى ورأى النظام الإيراني أو أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام أداة لإرهاب شعبه اشتركوا في القناة معي من بروكسل مراسل الحدث نور الدين فريضي أهلا ومرحبا بك نور الدين إذن حراك أوروبي مكثف في تصعيد من قبل الأوروبيين على كل التحركات الإيرانية المتعلقة بالتعامل مع الاحتجاجات الصورة لديك نور الدين صحيح في هذه الساعات على سعيد البرلمان الأوروبي في سرازبور نعم الكتل السياسية الرئيسية والتي تمثل أغلبية النواب تطالب بإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قوائب الإرهاب الأوروبية وأتى ذلك في مداخلات عدة لممثلي الكتل السياسية المسيحية الديمقراطية الليبراليين الاشتراكيين الخضر اليسار إلى غير ذلك لكن في رده على هذه الكتل السياسية يقول ممثل المفوضية نيابة عن جوزيب بوريل وهو كان مفوض العدل الأوروبي ديديا يرنديرس يقول من أن الخيارات كافة مطروحة أمام المجلس من ذلك الإجراءات الزجرية والإجراءات العقوبية ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني إذن نحن أمام الكتل السياسية التي يطالبوا بإدراج جهاز الحرس الثوري في قوائم الإرهاب والرد المسؤول الرسمي باسم المفوضية نيابة عن جوزيب بوريل يقول مع اتخاذ إجراءات زجرية ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني ما يرجح الفهم من أن ما يجري هو اتخاذ عقوبات ضد مسؤولين وإدراج مسؤولين إضافين من الحرس الثوري الإيراني في قوائم العقوبات هذا على سعيد البرلمان ما موجود عندنا هنا في بروكسل هو التوافق حول طاولة الدبلوماسيين ممثلية دول العضاء السببع العشرين حول حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران على خلفية أو ذات سلة بانتهاكاتها حقوق الإنسان في هذه الحزمة حسب مصادر مطلعة سيضاف إلى قوائم العقوبات سبعة عشر مسؤولا من بينهم مثلا مزير الرياضة وضباط في الحرس الثوري الإيراني والكيانات هناك عشرين كيانا إيرانيا من بين هذه الكيانات اثني عشر ربما من الكيانات التابعة للحرس الثوري الإيراني لكن هناك توافق سياسي في هذه المسألة حول طاولة الدبلوماسيين آتي الحزمة تنقل إلى وزراء الخارجي يوم الاثنين المصادقة عليها بالتالي حتى تكون الصورة واضحة نعم هناك إلحاح من جانب البرلمان الأوروبي هناك اقتراح هناك رأي قوي تدعمه الأغلبية في البرلمان الأوروبي من أجل إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب ولكن عمليا ما هو موجود الآن هو حزمة رابعة من العقوبات بها عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين مرة أخرى لأن القوائم النهاية يعني قوائم العقوبات ذات الصيلة بانتهاكات حقوق الإنسان وصلت حتى نهاية العام الماضي إلى 144 مسؤولا و12 كيانا ستضاف إليها هذه الكيانات الأخرى العشرين يوم الاثنين المقبل وكذلك عدد لبأسمه من المسؤولين منهم ضباط في الحرس الثوري الإيراني تبقى المشكلة أن الجهاز كجهاز لا يزال هناك النقاش مفتوح على صعيد ربما الحكومات رغم أنه مدعوم من جانب ألمانيا من جانب هولندا من جانب جمهورية تشيك فرنسا كانت قالت أنها منفتحة على الخيارات كافة فيما يتعلق به تشديد العقوبات على إيران تفضل؟ إذن من بروكسل مراسل الحدث نوردين الفريضي شكرا جزيلا على وجودك معنا احتمالية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية لدى الاتحاد الأوروبي قد شغلت الصحفة الإيرانية صحيفة روسكار رأت أن الغربة قد دخل في مرحلة جديدة في التعامل مع إيران ونقلت عن الدبلوماسي الإيراني السابق جلال ساداتيان قوله إن العلاقة بين إيران والدول الغربية قد باتت في مرحلة تكسير العظام منتقدا طريقة تعامل النظام الإيراني مع هذا الموضوع الخطير والحساس وقد أشار ساداتيان إلى أن أوروبا تستفيد من كل طاقاتها للضغط على إيران إضافة لعزلها أكثر عن العالم لكن طهران لا تمتلك أي وسائل ضغط سوى ورقة الصواريخ صحيفة شرق الأخرى نقلت عن البرلماني السابق والناشط السياسي علي مطهري نظرته للعلاقات بين إيران والغرب الذي اعتبر أنه في حاله تم تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية فسوف تدخل سياسة إيران الخارجية إضافة إلى علاقاتها مع أوروبا مرحلة التأزم في ظل وعيد أمريكي وأوروبي يتجدده كل يوم أتيحت لي ووزير الخارجية البريطاني فرصة لمناقشة ملف إيران نحن نقف مع الحكومة البريطانية في إدانة إعدام إيران المواطن الإيراني البريطاني مزدوج الجنسية علي رضا أكبر بدوافع سياسية وغير عادلة إنه يلائم نمط الانتهاكات من قبل النظام اعتقالات وتعذيب واعترافات قصرية وأعدمات جائرة سنواصل العمل مع بريطانيا وحلفائنا وشركائنا الآخرين لمحاسبة القيادة الإيرانية على هذه الانتهاكات وغيرها سنواصل الوقوف مع الإيرانيين الشجعان الذين يدفعون عن حقوقهم الأساسية بقيادات شابة نقشت ملف إيران مع نظير أنتوني بلينكين وسنواصل التحدث إلى إيران حيث يمكننا ذلك ونأمل أنه في وقت ما قريبا سيستمعون بشكل صحيح إلى ما نقوله لأنني لا أعتقد أن بلدا له تاريخ منذ ألاف السنين من الرقي والفن يريد حقا أن يتمتع بسمعة دولية من القبح والوحشية التي تتمتع بها إيران حاليا إنهم يخنون تراثهم إنهم يضطهدون شعوبهم والرسالة البسيطة التي أود إيصالها هي أنه يجب عليهم التغيير ليس لمصلحتنا بل لأجل شعبهم الذي يطالب بذلك معي من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن أستاذ وجدان أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث لطالما إن قرأنا تصريحات الأوروبية والغربية تجاه الملف الإيراني والاحتجاجات لطالما كان هناك نفس تصعيدي لكن اليوم هل من جديد في هذا النفس عندما تقول أوروبا إن كل الخيارات متروحة على الطاولة طحية لك ولمتابعيك الكرام طبعا كل الخيارات متروحة لأن أعتقد أن موضوع الإدراج للحرص الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب دون عدنا الشك سيكون له تأثير مباشر على الاتفاقية النووية ومعناها هذه الاتفاقية انتهت لأن أساس الاتفاقية هي من أجل رفع العقوبات من النظام الإيراني وبالتحديد على الحرص الثوري الإيراني لذلك إدراج الحرص الثوري على قائمة الإرهاب يعني أنه إنهاء الملف وفي حال إخلاق هذا الملف أنه بشكل كامل دون أدنا الشك هذا الموضوع سيؤثر على العلاقات ويمكن إدراج أو يمكن تفعيل آلية الزناد والعودة إلى العقوبات الدولية وأيضا إلى قرار مجلس الأمن سمحنا على المقاطعة أستاذ وجدان ورقة الضغط على الإيرانيين هل هي متعلقة بالملف النووي أم متعلقة بالتهديدات الإيرانية بوصول هذه المرحلة إلى التأزم وإشعال حرب لا هناك ثلاثة ملفات جعلت الدول القربية أعتقد أن موضوع ملف الحقوق الإنسان هو آخر حلقة بالنسبة للدول القربية ما يهم الدول القربية في الأزمة القائمة ما بين إيران والدول القربية هو موضوع تزويد إيران بالمسيرات ودخولها في الحرب ضد أوكرانيا والدفاع عن روسيا الأمر الثاني هو موضوع الملف الإيراني بحيث أن الدول القربية قدمت تنازلات كبيرة وأيضا أعطيت فرص ثميلة للنظام الإيراني لكنه ضيح هذه الفرصة والأمر الثالث وأخطرهم بتصوره هو أعدام المواطن البريطاني علي أكبري علي أكبري هذا الأمر جعل النظام يقوم بتحدي بريطانيا بشكل مباشر بعد اعتقال بعض الأشخاص اعتقال سبعة باتهام أنهم يتجسسون لصالة بريطانية هذا ما جعل الأربية كتحدة واضح واضح لكن عندما نتحدث عن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب وكما نقل قبل قليل يعني مراسلنا نور الدين فريضي الحديث عن الإقدام على هذه الخطوة وفي نفس الوقت يتحدث الأوروبيون عن حزمة رابعة من العقوبات ما مدى ثقل أو زخم الحراك تجاه تنفيذ هذه الخطوة؟ أعتقد أن العقوبات القربية سيكون لها تأثير أكبر على النظام الإيراني لأن الاستثمارات للقادة الإيرانيين وبالتحديد الكثير منهم للحرس الثوري هي في الدول القربية وأيضا أبنائهم يدرسون في هذه الدول ووضع العقوبات القربية بالإضافة إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب إذا ما تم تنفيذ هذا العمل وبمعنى أنه يقومون بمنع السفر وأيضا طرد أبناء المسؤولين وتجميد صداتهم في الخارج هذا سيشل الاقتصاد الإيراني بشكل كبير وسيؤثر على النظام الإيراني وأيضا يجعل الحراك في الداخل الإيراني أكثر اشتعالا للضغط من الداخل ماذا عن رد فعل طهران؟ إن بالفعل تجسد ذلك واقعا على الأرض؟ هذا أمر لا ننسى أنه هذا الأمر خطير جدا بالنسبة للنظام الإيراني خاصة تحديدا الحرس الثوري الإيراني الذي يهيمن التصريحات التي بدأنا نشهدها من قبل المسؤولين بما فيهم محمد كوثري وهو أيضا عميد سابق للحرس الثوري الإيراني ونائب في مجلس النواب الإيران مجلس الشورى الإيراني هدد بأن إيران ستقوم بالفعل التنفيذ تحديدها بدءا من السفارات القربية في إيران ومن ثم سيكون التحديد الإيراني لكن أعتقد أن هذه التحديدات لا يستطيع النظام الإيراني في ظل الخناق الذي بدأت تقوم به الدول القربية ضد إيران وبالفعل إذا أغدم الحرس الثوري الإيراني على عمليات أو تطبيق تهديدة على التراب الدول القربية أعتقد سنشهد هناك مزيد وقد تكون هناك ردات فعل قربية على الأراضي الإيرانية أو العودة إلى مجلس الأموة تفعيل العقد أو الاتفاقية 2231 أي عودة إيران إلى المادة 41 من الفصل السابع وهذا حتى يجيز أيضا استهداف إيران مباشرة هل تعتقد بأن دول أوروبية تعزف على نغمة واحدة أستاذ هوجدان؟ أعتقد كذلك شاهدنا ليس في هذا الملف في الكثير من الملفات التي حدثت إن كانت العمليات التي حدثت في فرنسا شاهدنا كيف الدول الأوروبية كانت متحدة في هذا الموضوع وشاهدنا أن الكثير من الملفات كانت الدول القربية حتى بعد خروج بريطانيا من دول الاتحاد لكن هذا التضامن ما زال موجود وقائما لكن إن تحدثنا عن وضع بلد أوروبي مثل بلجيكا على سبيل المثال تعلم أن هناك اتفاقا متعلقا بتبادل السجناء هذه نوعية من الاتفاقات كيف سوف تؤثر على مستقبل القرار الأوروبي طالما أن هناك مصالح متبادلة بين بعض هذه الدول الأوروبية وإيران نعرف ولا ننسى بأن المواطن البريطاني المواطن القربي له أهميته لدى حكامه وأيضا هناك ضقوط الشعبية لديها تأثير على القرارات الدول لذلك بلجيكا بما أن لديها هناك سجناء أو معتغلين في إيران هناك ضقوط من قبل الشارع على الحكومة لأفراج عنهم لذلك حاولت أن تقوم بهذه الخطوة لكن التأثير الحلفاء دون أدنى شكس كان له التأثير الكبير أن تمتنع المحكمة أو تعيد النظر في قرار هذه العلاقة وهذا يدل بأنه بالفعل هناك تشاور وهناك تأثير من قبل دول الحلفاء على بعضهم البعض شكرا جزيلا إذن ضيفي من لأدن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن ترجمة نانسي قنقر 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 الحوار يجري وفق الأهليات السابقة وبنفس العقليات السابقة والأسر حتى بنفس الشخص السابقة مجلس النواب قد لا يوافق على ما ذهب إليه مجلس الدولة وبالتالي قد يكون الاحتكام إلى الاستفتاء كيف يمكن إجراء انتخابات وفق قاعدة لم تضمن هذه القاعدة مشروع الدستور الليبي الوجع لا يعرف هوية الموت ليس له بوصلة والحروب لا تترك خلفها إلا القصص وأناساً بلا علوين أهلاً بكم من جديد قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكار بيرتس إن هناك أزمة ثقة بين المدنيين والعسكريين في السودان مؤكداً أن الأمم المتحدة تعمل في ظل صراع سياسي حد لكن ذلك لم يمنع من تفاؤل المسؤول الأممي الذي قال إن ثمت بعض المؤشرات على حدوث انفراجة محتملة لإنهاء الأزمة بسبب الجهود الحافيثة الجارية مؤكداً وجود تشجيع دولي لأي عملية تقود إلى تسوية معقولة ومعترف بها ومستدامة بيرتس حذر أيضاً من أن هناك قوى وأشخاص لا يريدون نجاح العملية السياسية معرباً عن تفاؤله بانضمام الموقعين على اتفاق جوباً للعملية السياسية الحالية وأكد المتحدث نفسه أن المرحلة الأخيرة في العملية السياسية مهمة جداً وسوف تقود حتماً إلى إنشاء حكومة مدنية ومرحلة انتقالية جديدة هذا وقال المبعوث الأممي إلى السودان فولكار بيرتس إنه متفائل بعد توقيع القوى السودانية على اتفاق جوبا مشيراً إلى أن العملية السياسية تسير بشكل سلس رغم بعض الأمور التي هي في طريقها إلى الحل مضيفاً أن بعض الأشخاص لا يريدون التسوية السياسية إلا أن حركات سياسية أخرى ستوقع على الاتفاق الإطاري التسوية السياسية ستقود حتماً إلى إنشاء حكومة مدنية وإلى مرحلة انتقالية جديدة أو بالأخرى إلى عودة إلى الانتقال السياسي نحو السلام الداخلي والانتخابات والهكم الديمقراطي وما يزال لا يزال هناك معارضة ضد اتفاقية الإطاري لأنه في بعض القوى وفي بعض الأشخاص لا يريدون تسوية سياسية وفي البعض الذي عارض على مبدع المبادئ مثلاً ولكن ليس هناك تزايد للبعارضة للإتفاق الأكس صحيح رأينا بالأسابر الأخيرة أنه أدد متزايد من القوى السياسية والمدنية اتصلت فينا فسألت أو طلبت منا أنهم كمان سيوقعون على هذا الاتفاق يعني في قبول أكثر وأكثر معي من الخرطوم الكاتب الصحفي عمر شعبان أيضاً من الخرطوم معي المحلل الاستراتيجي الفريق فتح الرحمن محيدين أهلاً ومرحباً بحضرتكم معي على خلاشة الحدث مباشرةً أبدأ مع حضرتك أستاذ عمر العسكريون وضعوا الكرة اليوم في ملعب السياسيين تقع على السياسيين مسؤولية أن يوحدوا صفوفهم لانتقال بالسودان إلى مرحلة آمينة أليس هم المسؤولون تحديداً عن إيجاد هذه الثقة وتجديرها والرغبة في الانتقال إلى مرحلة سلمية بداية التحية التجلة شهداء صورة سودانية صورة ديسمبر المجيدة وخالص التعازل الأسر شهداء لانقلاب الأخير من هو الذي وضع السودان في هذا المنعطف الخطير ومن ثم يقف ويطالب السياسيين بأن الكرة في ملعبه ونهيب أن ينقذ السودان من المخاطر المهمة هو مش في كل أساد عمر سامحني بس ببداية هذا الحوار حتى نوضح نقطة جداً مهمة لا نستطيع الآن أن نتحدث بأي شيء ماضي طالما أننا الآن في مرحلة الحديث عن حلول بالتالي هناك طرفان أو هناك مجموعة من الأطراف والآن هنا كرة في ملاعب هذه الأطراف نتحدث عن الحلول نتحدث عن إجراءات من شأنها انتشال البلاد من هذه الأزمة وبالمناسبة المواطن هو ضحية كل شيء أنا كمواطن أرى أن السبب الرئيسي حتى أكون ضحية السبب الرئيسي في ذلك ليس السياسيين بأي حال من الأحوال وإنما الانقلابين الذين قاموا بالانقلاب في 25 أكتوبر بعدما كان المدنيين في طريقهم لقيام بإصلاحات كبيرة حتى لو اختلفنا معها لكنها كانت كبيرة بقيادة رئيس الوزراء دكتور حمدوك المستقيل فما المبرر الذي دفعهم للانقلاب عليها عزمة السيقة من الطبيعي جداً إن لا يسق المدنيين نهائياً في المكونة الانقلابية وذلك من خلال التجارب التي مروا عليها منذ تشكيل الحكومة الأولى مروا بالحكومة الثانية وصولاً للانقلاب 25 أكتوبر ولم يقوموا بأي شيء يضر العسكريين لكن ما مبرر أن لا يثق العسكريون في المدنيين لو يدعي مبرر ليسوا موزينين المدنيين بأي حال من الأحوال ولا يحملون سلاح ولا يمارسون أي انقلابات ولم يقولوا باللغة الواضحة أو يطرحوا خططاً على سبيل المثال لحل وتفكيك الجيش السوداني علي أساس إذن يكون هناك عدم سيقة من العسكريين في السياسيين الحديث عن منطقة حلول الحلول من يصح له ومن يجيزه ومن يمرره ومن يوافق عليها تحقيق استقرار في البلاد من خلال الرضا الشعبي والجماهيري وأنا أقول لك بالصوت العالي لا يمكن أن يحدث الرضا الجماهيري طالما ظل المكون الإنقلابي جزءاً من المشهد السياسي ويجزءاً من الحل أصد فتح الرحمن طرح أصد عمر مجموعة من النقاط المسئولية يتحملها العسكريون المسئولية تقع على هؤلاء الذين من المفترض أن يتخذوا مجموعة من النقاط التي تجسد حصن النية كيف ترد على هذا الكلام طبعاً ضيفك الكريم يعبر عن التغيير الجزري والتغيير الجزري أنا أعتقد أنه الآن لا مجال له في هذا الطرح السياسي الذي يجري في الساحة هما يرفضوا العملية السياسية برمتها ليس فقط التغيير الجزري ليس فقط التغيير الجزري لا ما أنا أقول لك يا سيدي التغيير الجزري يرفض العملية السياسية برمتها لكن بقية القوى السياسية ترغب في أن تكون شريك في الفترة الانتغالية وترغب في أن تكون فاعلة في الفترة الانتغالية ولكن للأسف مركزية الحرية والتغيير هي التي تتعنت وهي التي دائما تزرع بزور عدم السغة ما بين المكونات لأنها تزعى إلى إخصاء الآخرين وتزعى إلى تغزيم دور الآخرين وتزعى إلى تمرير أجندات تخصها هي ليس في مصلحة الوطن نحن لو كنا نتحدث عن غضية غضية وطن ويجب أن نعلي قيمة الوطن ويجب علينا أن نتوافق جميعا على حد أدنى من التفاهم أنا أعتقد أننا ما كنا نحتاج إلى كل هذا الزمن الطويل إذا كانت هناك فعلا نية صادقة للعمل من أجل الوطن دون السعي إلى تمرير أجندات خاصة خلال الفترة الانتغالية أنا أعتقد أن حديث المبعوثة اليوم فيه كثير من الإيجابية نحن نتحدث عن حكومة لفترة الانتغالية ذات مهام أربعة محددة لا تتطلب جهدا كبيرا فقط تتحدث عن معاش الناس واستكمال سلام جبا واستكمال السلام مع بقية المكونات التي توقع على السلام والحفاظ على الأمر والإعداد إلى الانتخابات هذه فقط الملفات التي يجب أن تقوم بها الحكومة في الفترة الانتغالية وإذا كان الأمر كذلك أنا أعتقد أن الموضوع لا يحتاج إلى كل هذا التشاكس أنا أعتقد أن الحل واضح وسهل ومختصر فقط مركزية الحرية للتغيير أو الكينات التي وقعت في الاتفاق الإطاري تأتي بهذا الاتفاق الإطاري وتتناغش فيه مع بقية الغوة التي ترغب في أن تكون جزء من العملية السياسية هناك الكتلة الدموغراطية هناك التراضي الوطني هناك الغوة الوطنية هؤلاء كلهم يرغبوا أن يكونوا جزء من العملية السياسية ويجادين في أن يكونوا جزء من العملية السياسية لكن يجب أن لا يكونوا توابع هم أساسيين في الصورة وأساسيين في التغيير يجب أن لا يكونوا توابع لآخرين يجب أن يكونوا شركاء حقيقيين وفاعلين هذا كل الحل وأنا أعتقد أن هذا الشيء الذي يجب أن يكون خلال الأيام الغليل الغادمة والاتفاق النهاي سيكون على هذا الأساس طيب أنا سوف أعود لنعلق على هذه النقطة أستاذ فتح الرحمن لكن مرة أخرى مع ضيفي أستاذ عامر ماذا لو بالفعل تم التوصل إلى اتفاق وشمل الأطياف السياسية تتحدث عنها أستاذ فتح الرحمن وبالفعل بدأت المرحلة الانتقالية المكونة من 24 شهرة دعنا نقول أن سياسة الأمر الواقع أو اتجاه الأمر الواقع التي تقوم بها البحثة الأممية ومجموعة الدبلوماسيين الغربيين الموجودين في السودان بالإضافة لدول المحور بالضغط على الشارع السوداني أو مكوناته في الانخلاط في هذه العملية ربما تنتج عنها جزء من المعادلات هناك قوة فعلا تريد أن تلحق بهذا الاتفاق ولكنها تريد أن تكون حصتها كبيرة وتتعامل بمنطقة نيت كل هؤلاء يمثلون ليس رؤية وطنية فقط ولا إنتاج للحال ولكن أن يكون جزءا من المشهد القادم وجزءا من كرسي السلطة ومشهدا من تقاسم الكعكة الأصل في الأشياء أن هناك وطن يتمزق تفترع الحروف يقع في عزمات اقتصادية قاضية إذا لم يتم إنقاذ الأمر هناك تاريخ ربما يصبح تاريخ السودان هذا الأمر يحتاج إلى رؤية ساقبة وتشريح للأزمة الوطنية الموجودة حاليا تشريح الأزمة الوطنية الموجودة حاليا كشف أن السبب الرئيسي في هذا الأمر هو المكونة لانقلاب المكونة العسكري في الدخولاته في السياسة السودانية منذ الاستقلال وحتى تاريخ اليوم يعني أنت تبقى مصرا أستاذ عمر يعني من مجهة تضريك كمحاور تصر دائما على أن تطرح كل خلفيات القصة وكأنك تتجاوز أو تمر عن مرحلة من المحادثات والمناورات والمفاوضات الجارية الآن بدي أبقى معاك أستاذ عمر لكن أنتم يعني أو لست أقول أنتم وإنما من يتبنى هذا الرأي يوصف بالمتعنت ويوصف بالعنيد ومن المفترض أن يظهر بعض المرونة في التعامل مع المناورات السياسية الآنية نعم إذا كان السياسيون الذين يتحاورون ويكسبون مرونة للأمر ومن يرون الآخرين المتطرفين عليهم أن يحضروا لنا مفاوضا سياسيا سيقدم مثل هذه التنازلات التي قدمت على الحرورية والتغيير ولكن على شرط أن يكون القائد أو القائدة التي تحاور وتقدم هذه التنازلات في حق المدنيين أب لأحد الشهداء أو أم لأحد الشهداء حينما نتحدث عن حقوق وعدالة تتحقق في حق المجرم الذي أجرم وقتل شعبه وقتل أبناء شعبه وانقلب عليهم وغدروا فيه أيام المفترجة أيام رمضان المبارك يسمى هذا تعنتا وحينما يتم محاكمة أي قاتل آخر في الشارع السودان ارتكب ذات المجزرة بتحت أي مبرر آخر يتم تعامل مع الأمر باعتباره عدالة وأن السودان دولة حديثة وتمارس العدالة وتطبق القضاء والقانون وغيره لما لا تطبق هذه القوانين مع ذات المجرمين الذين ارتكبوا مجزرة الثلاثة يونيو وارتكبوا فضل الاعتصام ومن ينقلبوا ناقضين بذلك الوسيقة الدستورية التي وضعتها ربما شبه أساس لتكوين نواء للسودان الحديثة الديمقراطية وفي طريق الانتقال المدنة الديمقراطية الذي يريده ثوار الشارع الحديثة وصبغ الآخرين بأنهم متعنتون وآخرون باعتبارهم متطرفين هذا الأمر يحل الأزمة السودانية الأزمة السودانية ستحل بتغييب من تسبب في هذه الكارثة من المشهد على الخمسة الإنقلابين مغادرة المشهد ربما آنذاك يكون هناك آذان لنسمع ما يقدم من طرح يمكن التعامل معه بمرونة أكبر أستاذ فتح الرحمن عودة لمربع الحوار السياسي حين طلبة من الكتلة الديمقراطية مثلا بأن تشارك وتبدي بعض الملاحظات على سير العملية السياسية أيضا كان رد الفعل بالرفض على أي أساس بنية إذن تفاؤل المبعوث الأممي أنا أعتقد أنه التفاؤل جاء من أن المبعوث الأممي بدأ يتفهم حقيقة الأزمة التي يزعى إلى أن يكون مساهل فيها الأزمة حقيقة يا عزيزي هي أزمة استعلاء وأزمة تغزيم دور الآخرين هناك فئة تعتقد أنها هي الأصل والبغية توابع هذه هي أس الأزمة فالآن نعتقد أن المبعوث الأممي بدأ يتفهم أن هذا النهج لا يفضي إلى حل ويجب على هذه الفئة أن تتنازل أن تشارك على آخرين رأيهم الكتلة الديمقراطية نعتقد أنها غدمت من المرونة ما قدمت في أنها لا تمانع في أن تكون جزء من الاتفاق الإطاري لكن يجب أن تضمن ملاحظاتها فيه لكن يريد أن يتعامل مع الكتلة الديمقراطية بانتغيية يأتي فلان وعلان والبغية لا تأتي هذا غير مقبول طبعا كل هذه الغواء أنا أعتقد أنها ليست أغلت شائنا وغدرا من الذين وقوا في الاتفاق الإطاري يعني إذا جئنا نتحدث عن الحزب الاتحادي الأصل السيد محمد عثمان المرغني ونايب الحزب جحفر في الكتلة الديمقراطية والحسن المرغني المجمد عضويته في الحزب الاتحادي الأصل يتحدث بأنه هو الحزب الاتحادي الأصل المواقع في الاتفاق نجد أيضا هناك كيانات صغيرة جدا يعني أنتجت إنتاج بشكل سريع جدا لكي تكون جزء من الاتفاق الإطاري حتى يكبر العدد الذي مواقع فيه مع أن الكتلة الديمقراطية تظن كيانات سوارية نعرفها جميعا منذ بداية التغيير في 2019 كانوا هم قوة فاعلة في الساحة لا يمكن تجاوزهم بأي حال من الأحوال أنا أعتقد أنه إذا كنا نحن نتحدث عن حكومة كفاءات وطنية دون السعي إلى تحقيق مكاسب حزبية ضيغة ودون السعي إلى الوصول إلى السلطة وتنفيذ أجندات خاصة أنا أعتقد أنه الغضية لا تتضمن في هذا الإخصاء يجب أن نشرح صدورنا جميعا للآخرين نتوافق على حد أدنى تمضي به الفترة الانتغالية وأصلا حكومة كفاءات وطنية مستغلة عندها أربع أجندات محددة كما ذكرت لك عزيزي بعد هذه الفترة الانتخابات تأتي بمن تأتي من يأتي في الانتخابات أقول لضيفك الأستاذ عمرو شعبان من يأتي بالانتخابات يشرح كما يحلو له ويفعل كما يحلو له وفي ذاك الوقت سيكون المكون العسكري بالكامل خارج المشهد السيازي وسيعمل على حماية البلد وحماية الدموقراطية وهم يشرحوا ما يريدون يفعلوا ما يريدون لكنهم واثقون تماما أنهم لن يأتوا بالانتخابات ولي يكون لهم أي نصيب إذا كانت هناك انتخابات حقيقية وحرة وشفافة ونزيهة أنا أعتقد أنهم واثقون تماما بأنهم لا مجال لهم ولي يجدوا فرصة وهم يزعوا ويقاتلوا الآن بشراسة شديدة جدا في أن يمرروا أجنداتهم خلال هذه الفترة لأنهم واثقون إذا مضينا بعد 24 شهر واتينا إلى الانتخابات فهذا بالنسبة لهم النهاية لذلك يزعوا إلى تغيير المشهد بكل السبل حتى لا نصل إلى صناديق الاختراع وحتى تمر أجنداتهم وهذا ما لا يمكن أن يتحقق بعد التجربة التي مرت بها السودان خلال حكومتين السابغتين التي كانت على رأسها دكتور عبدالله حمدوك شكرا جزيلا إذن من الخرطوم المحل استراتيجي للفريق فتح الرحمن محيد دين وأيضا من العاصمة سودانية الكاتب الصحفي عامر شعبان شكرا جزيلا لكم على وجودكما معي قرر وزير العدل العراقي خالد دشواني إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه إضافة لعدد من المسؤولين في السجن على خلفية التحقيقات في مقطع مسرب من داخل سجن التاجي تدولته منصات التواصل الاجتماعي وقد ظهر فيه نزلاء داخل السجن وهم يناشدون الحكومة بإنقاذهم من ممارسات إدارة السجن التي تجبرهم على شراء المخدرات والهواتف النقالة بمبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي وقد شمل قرار الإعفاء إلى جنب مدير سجن التاجي ومعاونيه مسؤول شؤون الداخلية والأمن إضافة لمسؤول التصريح الأمنية حيث أحيروا جميعا إلى التحقيق مدير سجن التاجي cannon تاجي فينا عميك تاجي فينا مع طابة الله خبرنا أحمد حسن الله لا يوفقك أحمد حسن قابل الثلاث المحاول أوفنا ألا لا يوفقك ألا لا يوفقك وحقال أمين الله يذاني بذل أحمد حسن وحقاب كلام أولي خلاف غيرتك أحمد حسن خلاف ما هاذك سوت بهنا الله الآن وفقك وشأن الله. Erfahrنا؟ أفضل الله ونعمل وكيد, عزب الله ونعمل وكيد يا ولد. عزب الله يا الله ونعمل وكيد. احمد حسن السلمي في بيت العباس ومفوض الله. احنا لا حولا لا قوة, احنا غلطنا. هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل وزارة التربية في لبنان تقرر وقف تعليم أبناء اللاجئين السوريين اشتركوا في القناة المجتمع اليمني على وشف ثورة ضد هذه الميليشيا ما يحدث الآن من قبل الحوثيين هذه غسالة موجهة للمجتمع الدولي ميليشيا الحوثية تحاول الضغط على الحكومة اليمنية للقبول بشروطها التعجيزية لتمديد الهدنة هذا ما يستطيعون فعله مع هذه الميليشيا الانقلابية عبدوا التريدة يطالة أمد الصراح لسنا مستعدين أن ندخل أبنائنا إلى المدارس لكي تدرسهم ميليشيا الحوثية ثقافة السيد لن تكون هناك ثورة إلا من داخل صمعاه نحن في تعز نعيش عالمنا الهلع ميليشيا لا تختلف في سلوكها عن جماعات أخرى صنفة ارهابية لماذا الميليشيا الحوثية لا؟ ما هو المطروح فعليا إذا ما صوت التونسيون بلا؟ ما علاقة عيشنا إذا كانت تونسيون يعيشون في الخصاصة؟ الاحتمالات الكلها مفتوحة رئيس الجمهورية اليوم أمام امتحانا صعب هل تعتقد فعلا بأن هذا الحوار الآن سيكون ممثلا لكل الشعب التونسي؟ هذا ليس مبرر كافيا أن يتجاهل رئيس الجمهورية مطالب الشغالين سيتضمن الدستور الجديد في بادي الأول أولوية الاقتصاد بما أنه دستور مستقبلي ما الذي يضمن بأنه يحصل على الأصوات الكافية في الاستشارة؟ أهلا بكم من جديد أثبتت التحقيقات أن السعيد بوتفليقة شقيقة ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كان يمتلك علاقة مباشرة مع الكارتل المالي الذين يتهمهم جل الجزائريين بالاستحواذ على كل ما طلته أيديهم من أملاك الشعب ووفقا لما أوردته صحيفة الشروق فقد توصلت تحقيقات القضاء إلى أن السعيد بوتفليقة قد أجرى أكثر من أربعة ألاف وثلاثمائة مكالمة ورسالة نصية مع رجال الأعمال وذلك بعد التدقيق في جدول الاتصالات الهاتفية التي تمت بين الطرفين وكشفت التحقيقات أن تواريخ آخر اتصالات هاتفية تزامنت مع الفترة التي تلت الحراكة الشعبية وفتح تحقيقات في ملفات الفساد التي تورط فيها رجال الأعمال الأمر الذي أثبت وجود علاقة مشبوهة فيما بينهم ويتابع المستشار السعيد بتهم ثقيلة تتعلق بطبيض الأموال وسوء استغلال الوظيفة وإخفاء أموال مشروعة وغيرها اشتركوا في القناة ومن العاصمة الجزائرية ينضم إلي علي بخلاف الكاتب الصحفي أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ علي للمشاهد العربي ما هي تفاصيل هذه القضية في الحقيقة هي إثبات لما كان يعرف عند الكثير من الجزائرين خاصة الصحفين ورجال السياسة في تلك الفترة في الفترة ما بين 2014 و2019 هنا كان حاكم الجزائر الحقيقي هو الساعد بودفيقا وليس عبد العزيز بودفيقا رحمه الله وهو من كان يتصل بمجموعة بزمرة من رجال الأعمال وبعض السياسيين المعروفين هم الذين كانوا يسيرون دوالي بالدولة فالكل كان يتكلم عن قوى خارج الدستور كانت تسير البلاد هذه المجموعة هي التي كانت تسير وتتكون من الساعد بودفيقا كرئيس الزمرة أو رئيس هذه الفرقة ثم رجال أعمال خاصة على الإحداد والإخوة كنينة فالذين كانوا قريبون جدا من الرجل يستمعون في مؤسسة الدولة وفي خارجها ويقومون باتخاذ قرارات ضد رجال أعمال آخرين أو ضد شخصيات وطنية أخرى وحتى توزيع ما يمكن توزيعه من صافقات عمومية والكل يعرف بأن الإخوة كنينة وعلي حداد وبحيدة تحكين سيد بخلاف لا أعلم أن فقط انقطع الصوت لفترة إذن يبدو أنه فقدنا الاتصال مع أستاذ علي بخلاف الكاتب الصحفي وبالتأكيد الحديث عن القضية المتعلقة بربما تهم فساد لشقيق الرئيس السابق بوتفليقة منذ أكثر من أسبوعين والطلاب السوريون في لبنان الذين تستقبلهم المدارس بعد الظهر خارج مقاعد الدراسة فإضراب أستاذة التعليم الرسمي بسبب عدم زيادة رواتبهم دفع بوزير التربية إلى وقف تعليم السوريين حتى حل الأزمة على قاعدة لا يجوز أن يتعلموا وأبناؤنا لا يتعلمون قرار اعتبره الكثيرون عنصريا وضعوه في خانة ابتزاز المجتمع الدولي للحصول على المزيد من الأموال هو ليس بالوقت السعيد الذي يقضيه هؤلاء الأطفال في لعب كرة القدم بل هو محاولة لتمرير وقت الدراسة التي منعوا عنها منذ أسابيع بعد قرار وزير التربية بوقف تعليم السوريين بسبب إضراب الأساتذة محمد المتفوق في دراسته يتحدث معنا عن طموحه المستقبلي بعقل ساهم في نطجه الألم والحرمان الذي يعيشه كل اللاجئين السوريين أنا أتمنى من الوزير أنه يساهم في دفع مصاري للأنسات حتى نرجع على تعليمنا ونصير عكبر يعني اللي بده يطلعه مثلا أما سأنا بده يطلع ضابط ما فيه نطلع ضابط إذا ما درست إضراب أساتذات المدارس الرسمية لعدم زيادة رواتبهم في ظل الأزمة الاقتصادية دفع بوزير التربية إلى الإعلان عن توقف التعليم بعض الظهر لغير اللبنانيين حوالى 170 ألف طالب سوري مسجلون في مدارس لبنان الرسمية أوقفوا عن الدراسة بسبب قرار وزارة التربية مرة جديدة يدفعون فواتير غيرهم على حساب مستقبلهم تواصلنا مع الوزارة للسؤال عن هذا القرار الذي اعتبره الكثيرون عنصريا إلا أنها رفضت التعليق لكن مدير مكتب الوزير كان صرح سابقا بالقول لا يجوز أن لا يتعلم أبناؤنا وأن يتعلم أولاد غيرنا بدلما اليوم يكون في استغلال للاجئين السوريين يلي نحن منقدر أنه نحن كشعب عندهم معاناة وأنه عندنا معاناة ولكن نحن منرفض أنه نحن يستغلون لا يجبون لنا أموال مش هنه سبب أزمتنا اليوم المعنيين بالإبنان هنه سبب الأزمة ولا سيما رئيس الحكومي ووزير المال ووزير التربية والمعني الأول وزير التربية لأنه اليوم كل القطاع التعليمي واقف وبدل ما يطالب وزير المال ورئيس الحكومي بالإفراج عن الهباك والقرود التي قدمت بيتجه ليتزد دول المانحة إذا ما منعلم سؤاليين ما منعلم لبنانية مصدر في اليونسف أشار للعربية إلى أن اجتماعات متواصلة تجري مع المعنيين في الدولة اللبنانية لإحل هذه الأزمة ورجح ذلك خلال أيام وحتى فتح أبواب المدارس يبقى الطلاب السوريون واللبنانيون أيضا رهائن الابتزاز المالي الفاضح ناهد يوسف الحدث بيروت عودة مرة أخرى إذن لضيفي من العاصمة الجزائرية علي بخلاف الكاتب الصحفي أهلا ومرحبا بحضرتك من جديد كنت تتحدث إذن قبل انقطاع الاتصال عن هذه القضية المرتبطة بشقيق الرئيس السابق بوتفليقة ومتعلقة بالتأكيد بربما تهم فساد واتصالات هاتفية تزامنت مع فترة الحراك الذي أصاب الجزائر في وقتها نعم نعرف كلنا وحتى تكلمت عنها الصحافة في تلك الفترة أن الاتصالات لم تنقاطع إلا بعد سجن هؤلاء خاصة الرجال الأعمال وحتى السعيد بوتفليقة نفسه في جوان 2019 بعد سجن كل رجال الأعمال وحتى الاتصالات دامت قبل الحراك الشعبي بأسابيع مثل المعالي حداد الذي تم توقيفه في الحدود الجزائرية التونسية عندما كان حاول الهرب إلى تونس وآخر من أنتصل به هو السعيد بوتفليقة لكن في تلك الفترة الكل كان يعرف بأن الرجل بدأ يفقد سيطرة الحكم لصالح خاصة الفرقية صالح في تلك الفترة والكل يعرف بأن بعد بداية الحراك الشعبي هؤلاء فقدوا السيطرة على دولة الدولة ولم يعد لهم حكم لكن كانوا يريدون إخفاء ما كانوا قاموا به من وثائق مثلا أو الدلة يمكن أن يستغلها القضاء بعد ذلك لكن هذا لم يكن ممكن خاصة وأن كما أشرتم إليه هذه المبادلات خاصة بالرسائل القصيرة كانت تؤكد بأن هناك فساد وهناك ظلوع هؤلاء في قضايا فساد وحتى الرئيس عبد المجيد بن شخصي تتكلم عن ذلك بحيث عاش ذلك مباشرة عندما كان وزير أول في 2017 حيث كانوا يتخذون أو يعطون أوامر بإسمه أو حتى في ظهره وكان لا يعلم ذلك وهو الوزير الأول الذي كان عليه تسير الدولة لكن الدولة كان تسير بقرارات من سعيد بوتفليقة وحتى من رجال الأعمال هؤلاء الذين كانوا يشاركون حتى في تعيين بعض الوزراء أو بعض المسؤولين وهذا كان معروف وهذا هو الانحراف الكبير الذي عرفته الجزائر في الفطرة الأخيرة لحكم رئيس بوتفليقة رحمه الله طيب وإن كان هذا البعد يتجذر محليا في الجزائر لكن أيضا حتى يفهم المشاهد العربي وارتباط بوتفليقة تحدث عن شقيق الرئيس السابق مع ما يسمى بالكارتل المالي واستحواذ هؤلاء بحسب وصف الجزائريين على مقدرات الشعب الجزائري ربما فيه نوعا من مبالغة لكن لأوضح المشاهدين بأن هناك أربع أو خمس رجال أعمال كانوا يستحوذون على كل الصفقات العمومية الكبيرة التي كانت تقوم بها الدولة فالجزائر أنجزت العديد من المشاريع الكبيرة والهائلة جدا تعد بالمليارات الدولارات هؤلاء خاصة على أحدد والإخوة كونيناف وبعد ذلك تحكوت وآخرون قد استحوذوا على هذه كل الصفقات وهناك شبهات بأن سعد بوتفليقة لديه تدخل مباشر في هذا الموضوع ولو أن لحد الآن العدالة لم تثبت بأن هناك مثلا ثراء غير مشروع لسعد بوتفليقة ولهؤلاء لكن شهدنا بأن حتى بعد دخولهم إلى السجن كان لديهم نوعا من النفوذ على الدولة بالدولة إلى درجة كما قلت قبل ذلك بأنهم كانوا يشاركون في تعيين بعض الوزراء أو تلحية البعض الذين كانوا يقاومون هذه المجموعة شكرا جزيلا إذن من العاصمة الجزائرية علي بخلاف الكاتب الصحفي شكرا جزيلا على وجودك معنا إذن هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها وأيضا بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث دوت نت للاطلاع على المزيد من الأخبار الساعة المقبلة ساعة يمانية نناقش فيها مجموعة من ملفات ابقوا معنا